ارتجاع المريء المقدمة كذا بشجن ووجع ما أنا أعتقد يمكن كل الناس عند المشكلة في ارتجاع المريء لكن قبل ما ندخل بالتفاصيل دكتور نريد أن نعرف أول شيء ما هو المقصود بارتجاع المريء بدايته صحيح أوجي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ارتجاع المريء هو بالتعريف هو بشكل عام ارتداد الحموضة من المعدة إلى أسفل المريء أو أعلى المريء على حسب شدة درجة الحموضة في المعدة فهذا هو التعريف المبسط لارتجاع المريء إذن الحموضة الموجودة في المعدة المعدة تفرس الحموض بشكل دائم اللي يكسر الأكل وليتكسير الأكل بشكل عام وامتصاص فوائد الأكل في الأمعاد الدقيقة فهي جزء من زي ما تقول غلاف دفاعي للمعدة زائد لها دور كبير في امتصاص فوائد الأكل وهضم الأكل وش درجة قوة الحموضة هذا؟ طبعا درجة تختلف من شخص لشخص وحسب الأدوية التي يأخذها الشخص بشكل عام واحدة علاجات ارتجاع المريء هي التي نهدف أن نخفض درجة الحموض إذا كانت المشكلة بشكل عام هي ارتداد الحموض إلى أسفل المريء بحيث أنه يصل هذا الارتجاع إلى أعلى الأسباب يعني ليش يحصل ارتجاع المريء أصلا صحيح طبعا ارتجاع المريء هو أحد أهم أسباب زيارة عيادة الجهاز الهضمي وأسبابها غالبا زادت في الفترة الماضية وذلك لعدة أسباب أول شيء نوع الأكل الذي صنعنا ناكله بشكل عام صنعنا نوع الأكل ناكله كثير مشابه لأكل الغرب وهو كثيره الدسم واسلوب الحياة بشكل عام وش هي نوعية الأكل التي تسببه؟ صحيح طبعا الأكل هو عدة أنواع من الأكل تسبب ارتجاع المريء لكن بشكل عام قاعدة عامة هو الأكل الذي فيه نسبة الدهون عالية الأكل الحار وبشكل عام أيضا المشروبات الغازية التي قد تنفخ المعدة بشكل عام وتزيد نسبة ارتجاع المريء زائد أحيانا نقول لهم مرضى ببعض المرضى يكونوا حساسين زيادة للأشياء الحامضة مثل القهوة وهذه الأشياء اللي ممكن تزيد أحيانا من أعراض ارتجاع المريء طبعا كل هذه عدة أسباب لها سواء كمركب نوع الأكل أو أحيانا أنها تزيد في الوزن عند الشخص والوزن بحد ذاته أحيانا كل زيادة في الوزن بعد كتلة 25 الكتلة التراكمية قد تزداد نسبة ارتجاع المريء بسبب الضغط على البطن على المعدة نفسها وتزداد الارتجاع إلى أسفل المريء اليوم قلت لي أكلات وذكرت أنه مجموعة من الأكلات ودي بس نفصل بالأكلات اللي تكلمت عنها يا دكتور اللي تسبب الارتجاع صحيح طبعا هو دائما الأكل بشكل عام عندك أنواع من الأكل التي تؤدي إلى ارتخاء عضلات أسفل المريء فهذه بشكل عام من المشهور منها اللي هي النعناع النعناع بشكل عام يؤدي إلى ارتخاء صمام المريء الأسفل فهذا دائما نقول للمرضى الارتجاع المحاولين يتجنبون النعناع الأكلات الدسمة بشكل عام بكثرة قد تؤدي إلى أن المعدة نفسها تأخذ وقت وش الأكلات الدسمة؟ أكلات الدسمة أي وجبة فيها high fat دهون عالية دهون مشبعة صحيح دهون مشبعة أو مقليات أو مثلا المقليات وهذه الأشياء فدائما نقول للمرضى بالذات يبعدون على الأكل المقلي وهذه الأشياء هو بشكل عام الأكل اللي فيه سعرات حرارية عالية ودهون ونسبة الدهون عالية هذه تزيد من نسبة الارتجاع في المريء بشكل عام لأنها تأخذ وقت أطول للمعدة أنها تفرغ الأكل من المعدة إلى المعاء الدقيقة مثلا الأكل زي الخضار والفواكه بشكل عام تأخذ تقريبا أربع ساعات في المعدة لين تذهب إلى المعاء الدقيقة أما الأكل التي لديها مركبات دهون أكثر ترفض المعدة مباشرة تأخذ وقت أطول للحمض أن يكسر هذا الأكل عساس أنه يذهب إلى المعاء الدقيقة وبالتالي أنت تزيد الحمل على المعدة صحيح فتزداد الحموضة ويزداد نسبة الارتجاع للأكل يبقى في المعدة لوقت أطول في علاقة بين ارتجاع المريء والأكل في أوقات متأخرة صحيح نعم شكرا على هذا السؤال لأنه أول شيء نقول للمرضى أو الميجون أنهم تجنب الأكل قبل النوم بأربع ساعات أربعة؟ أربع ساعات نريد للنقطة التي ذكرتها قبل قليل أن المعدة بشكل عام تأخذ أربع ساعات تقريبا أنها تدفع الأكل من المعدة لأمعاد دقيقة وتقلل نسبة الارتجاع إلى أسفل المريء فالمفروض أني أنا لما أروح الفراش أكون متجهز للنوم تكون المعدة انتهت من عملية تكسير الطعام صحيح ومن أغلب المشاكل لما تسأل المرضى يقول أنا أكل قبل النوم بأربع ساعات لكن تسأله أكثر من سؤال تلاحظ أنه يأخذ زي ما تقول الوجبات الخفيفة قبل النوم أسناكس صحيح يأخذ أسناكس قبل النوم وبشكل عام هذا بالذات أنك إنت لما تجي تنام تخسر عامل الجاذبية عامل الجاذبية أنه يذهب الأكل من معيدة لأمعاد دقيقة وبعد ذلك بشكل عام تزداد نسبة ارتجاع المريء لذلك حتى مرضى مريء حين نقول لهم لما تجي تنام ارفع راسك المخدة من أكثر من المخدة عساس أنك ترجع عامل الجاذبية ويساعدك في هضم الطعام ويقلل نسبة الارتجاع نعرفنا اليوم منك أن هذه الأسباب والحمض يرتد للمريء ويعود لكن وش الأعراض المصاحبة لارتجاع المريء؟ تكلم بالجسد بشكل عام طبعا هذا سؤال جدا شائع ارتجاع المريء هو بشكل عام عامل فيسيولوجي نتحدث عنه بس ما هي الأعراض العراض طبعا أكثر عارض اللي نتكلم عنه اللي هو العراض الكلاسيكي اللي هي الحرقان دائما عندما يجون مرضى يقول أنا يا دكتور أشتكي بحرقان فهذا معظم المرضى اللي يجون لديهم ارتجاع مريء هذا الهدي الشك والهم لكن هناك عراض التي نسميها عراض لا تقليدية مثلا فعرض المرضى يأتون من عيادة أنف وذن حنجرة لديهم بحف الصوت أو لديهم ارتهابات كثيرة في الأنف وذن حنجرة ويحولونهم إلى دكتور استشاري ما الارتباط ماذا؟ الارتباط أن الحمض لأن المريء بشكل عام قد يرتد على حسب شدة الارتجاع قد يرتد إلى أعلى المريء وإلى الفم آه يوصل للحل نعم إذا الارتجاع شديد قد يذهب إلى الأنف وذن حنجرة والفم يسبب بحف الصوت أو بشكل عام التهابات في أنف وذن حنجرة ومن ننزل تحت في المريء العارض الآخر قد يكون أحيانا بالذات عنده اللي هي آلام في الصدر أو أن يجي مريض يقول أنه عندي نغزات قد تكون هذه من الارتجاع المريء طبعا نقول للرجال بشكل عام بالذات بعد عمر معين أنه أهم شيء عندنا هو القلب قبل الجهاز الهضمي نتأكد دائما أنه لا يوجد مشكلة في القلب إذا لا يوجد مشكلة من القلب بناء على فحص طبيب القلب يذهب إلى شهر الجهاز الهضمي يتأكد أن الارتجاع ما هو السبب اللي يسبب هذا العارض والعوارض الأخرى أيضا اللاكليسكية هي أحيانا قد تكون ألام في البطن لكن هذه بشكل عام ليست متداولة زي ما تقول والحرقان اللي هو أكثر شيء تقريبا أنت قلت لأن الحمض يعني يختلف من الشخص الآخر ودرجة تركيز تختلف من الشخص الآخر ونحن نتكلم عن حمضه صحيح حمض قوي التركيز يعني يقارب لسيد يحرك صحيح إذا وصلنا الحلق اليوم الأعراض اللي تترتب عليه وشيء صحيح طبعا نحن نتكلم نرجع موضوع أن كلنا عندنا حمض والمريض ليش مو كل مريض لديه نفس الأعراض طيب فأول شيء لازم نعرف ليش المريض قاعد يشتكي من أعراض الارتجاع هل هي حساسية مفرطة من الحمض أو هل هي خلل في صمام المريض الأسفل سواء كفتك وهذا بشكل عام سؤال شاعي يقول يا دكتور عندي فتك هل يحتاج عملية أو لا غالبا مرضى ما يحتاجون عملية بشكل عام بناء على الفحص أو بعض المرضى القلال يحتاجون نعملها عملية أو علاج بالمنظار لكن لازم نفرق بناء على فحص المنظار مثلا وفحص الطبيب بشكل عام إذا هناك فعلا آثار زي ما قلت الاحتراق في المريض بسبب الارتجاع وبناء على شدة وحنا نصنفه إلى أربع درجات إذا درجة واحد اثنين بشكل عام هذه تعتبر بسيطة بحيث أنه يقدر المريض يعالج جسوب حياته ويقدر يتخطى هذه المشكلة بدرجة ثلاثة من أربع للأسف نحتاج أحيانا نستخدم بعض الأدوية لتقليل نسبة الحموض حتى إليه المال مريض بشكل عام يقدر يعدل أسلوب الحياة سواء ينزل وزنه أو نعطيه القواعد العامة التي ذكرناها في الأكل بعدين يبدأ يخفف من الدواء حنا نحاول نتجنب قدر إمكان الأدوية الحموضة لكن بعض المرضى دائما نذكر لهم أنه آثار الحموض عليك أضر بكثير من أثار الدواء هذا فحنا دائما نقول لهم مرضى نبغى التركيز فيقول لي دكتوران ما أقدر الدواء هذا إلى الأبد أقول له لا حنا دائما ننصح بالجرعة الأقل للفترة الأقصر حتى تتحكم بعراضك بعدين نبدأ نشتغل على أسلوب الحياة والرياضة وتقليل الضغوطات على ذكر الأدوية الحرقان اليوم الأدوية يعني الناس معرضوا بشكل كبير جدا لعلانات الأدوية الحرقان تحديدا فيروح الشخص يأخذ الدواء هذا ويستخدمه مدة طويلة صح جدا الأثر على الشخص هذا اللي يستخدم بشكل يعني متصل لا ينقطع لأدوية المعالجة للحرقان هذا صح في أعراض جانبية طبعا أي شيء تأخذه أي دواء تأخذه بدون سبب يعني أنك تعالجه هناك مرضى أنك تعالجه قد يكون هناك أضرار أكبر منفعة أي علاج دائما نقول لهم مرضى هي موازنة أضرار متوقعة أو مضاعفات متوقعة ومنافع فإذا منافع أكبر من المضار رغم حتى لو أنها قليلة دائما نجب أن نرى الموازنة هل هي المنافع الدواء أكبر بكثير طيب إيش أضرار أدوية الحموضة طيب أدوية الحموضة بشكل عام عليها دراسات وكلام كثير بالذات في الأخبار وهذا الشعن سواء مشاكل في الكيلة أو سواء مشاكل في الذاكرة أو سواء مشاكل في العظام لكن بشكل عام الدراسات اختلفت وكثرت الكلام عليها حتى كدراسات بعض الدراسات ضعيفة لأنها شائعة وتاخذ اهتمام كثير من الإعلام لأنه أي شخص عندما يتكلم في الإعلام عن أضرار معين عن دواء شائع يأخذ صخب إعلامي لكن للأمانة معظم الدراسات التي نتكلمها بعضها تكون ضعيفة وبعضها تكون قوية لكن الجمعية الأمريكية للجهاز الهضمي ذكرت قالت أنه بناء على الحالة إذا في شخص فعلا عنده ارتجاع مريء ارتجاع مريء درجة ثالثة والأربعة مظار الارتجاع كمسببات لأورام لا سمح الله أو أشياء أخرى أو تضيق أقل بكثير من مظار الدواء المحتملة بناء على الدراسات الضعيفة لكن هناك بعض الدراسات القوية بشكل عام لمظار الدواء هذا على مدى طويل مثلا بكتيريا معينة تسبب إسهال وهذه بكتيريا مزمنة ويكون أكبر عرضهم لها الكبار في العمر غالبا وليجاهم هذا الالتهاب سابقا في حياتهم وليأخذوا مضادات حياتهم من مين مصدر بكتيريا هذا؟ مصدر بكتيريا هذه بشكل عام قد تكون من المستشفيات أو قد تكون من مضادات فهذه يكون المريض اللي يأخذ الدواء على مدى طويل أكثر عرضة لها وأحيانا بعض الحالات التي هي الالتهابات الرئة بس كنت ممكن يأثر على الكيلة ممكن لا قدر الله الاستخدام خلينا نقول غير المسؤول يقدر الفشل لا قدر الله الفشل كلوي طبعا الدراسات على مشاكل الكيلة زائد الأدوية الحموضة بشكل عام أكبر دراسة طلعت بناء على شركات على داتا من أمريكا بناء على طلبات تأمين فالدراسات لم تكن بشكل عام دراسة زي ما نقول بحيث أنهم فرقوا مئة مريض أخذ الدواء ومئة مريض لم يأخذ الدواء وتابعوهم على خمسين سنة أو شافوا من جاه مشكلة كيلة أو لا فعشان كده ما نقول أن هذه دراسة بشكل عام زي ما نتجنب بسبب الكيلة لكن لمرضى الكيلة وبالذات كثير يجعون مرضى اللي عندهم كيلة وحدة مثلا اللي يتابعون بشكل عام هذول المرضى اللي بشكل عام هذول اللي اللي أنا نتحفظ أن يعطيهم الدواء إلا بناء على معطيات واضحة ليه سواء كمنظار أو سواء كالفحص الحموضة الكبسولة وقت الاختبار استميحك ننتقل للفاصل قصير ونعود لأستكمال حديثنا حياكم الله من جديد حديثنا في هذه الفقرة عن ارتجاع المري وظيفنا هو الدكتور سعد الراجح يستشاري الجهاز الهضمي دكتور سعد كني ممكن نتكلم قبل شوي عن الأعراض سواء اللي يتعلق بارتجاع المري وحتى للاستمرار الغير مسؤول لليوم للدواء لفترة طويلة بسألك عن بعض المشروبات يعني فيه البعض يقول لك لا تشرب حليب ترى يجيب لك الحرقان فيه بعض يقول لك المكسلات فيه مفاهيم كثيرة حول ارتجاع المري والحرقان وش الصحيح منها صح طبعا طبعا نقول دائما في كل شيء خير الأمور وسطها هي المشكلة دائما في الشخص لما يسأل أن أكل معين يكون يحب هذا الأكل كثير ويكثر ويبغاك تحلل ويبغاك تحلل ويقول أنا تأخذه فهذه هي المشكلة بشكل عام هل في دراسة مثبتة بشكل عام يقول لك هذا أبدا تجنب أو لا لكن مثلا مشتقات الحليب بالذات عند المرضى وبعض المرضى يكون عندهم عدم قابلية لللاكتوز فبشكل عام اللاكتوز إذا شرب مشتقات الحليب يبدأ يتعبطنه ويبدأ تجي انتفاخات وبذلك يبدأ يشتكي من أعراض التي قد تكون أعراض الارتجاع اللاكلاسيكية أو اللاكلاسيكية أو اللاكلاسيكية لكن بالنسبة للمكسرات وهذه الأشياء قد تكون بشكل عام أضرار أكثر أكثر هي أكثر الأملاح نسبة الأملاح العالية اللي في مكسرات نفسها لكن بشكل عام زي ما قلتك أكثر شيء هو مثبت اللي هو النعناع بسبب ارتخاء صمام المريء ذات الأكل الشديد على المعدة فاضية سواء يعني الشخص يكون زي أحد الزمل يسألني يقول لي أنا أصحى صباح أخذ لي أكل حار سبايسي وقهوة على المعدة فأقول له هذا أي شخص حتى لو ما عنده مشاكل في الاتجاع يتعب يعني فيعني لازم نكون معتدلين في أكلنا ولازم زي ما قلت لأنه نقلل بشكل عام من حجم الأكل بحيث أنه ما نأكل لين حتى التخمة لأنه حتى إذا الصمام سليم صمام أسفل المريء سليم ولا عندك ارتجاع إذا أكلت حتى التخمة بيكون هناك نسبة ارتجاع لا بد منها كنا نتكلم قبل فترة ممكن مع أحد الأطباء هنا عن القهوة وشربها على معدة خالية وكان الحديث عن أضرارها على المعدة تحديدة لكني أنا بس ألك عن شرب القهوة سواء القهوة السودة أو القهوة السعودية في على معدة خالية أي أو مثلا بعد ما تكيّل مثلا الظهر أو العصر أو في الليل حتى هل لها أضرار اليوم الأفراط في شرب القهوة هل لها أثار على المريء صحيح طبعا الأمانة هناك كان في دراسة قوية طلعت في أمريكا قبل خمس سنوات تتكلم عن أثار القهوة وعلى المعدة فاضية والارتجاع ذكرت أن لا ما في ارتباط لكن معظم أطباء الجهاز الهضمي ودراسات بعدها طلعت قالوا ألا فعلا في ارتباط حتى الأطباء يختلفون على هذا الموضوع لكن اختصار الكلام بشكل عام نحن شعب نعشق القهوة والقهوة بشكل عام ناخذها يجيني مريض يقول لي دكتور القهوة ويجيني بقهوة طويلة وبحيث أن وقهوة سودة فأي شيء تفرط منه بشكل عام تتعب معظم المرضى لأن الأمانة تقولهم وقف القهوة تلقاه بشكل عام يعتدل في استخدام القهوة ما يوقف تماما ومعظمهم يحسون في تحسن شديد فأنا أعتقد المشكلة أكبر هي مشكلة الأفراط في القهوة قد ما هي نفسها مركب القهوة ويزيد من نسبة الحموضة وهناك ارتجاع فدائما نقول إذا أنت تبقى قهوة حاول أنك تكون ماكل شيء على أقل بسيط قبلها وحاول خليها في منتصف اليوم ودائما نقول بشكل عام يعني الاعتدال هو الطريق الأمثل لهذه المشكلة هل يعالج العسل الارتجاع المريض؟ طبعا تجي أسئلة كثير على العسل وعلى بالذات خل التفاح من الفترة الأخيرة فدائما نقول المرضى بشكل عام ما في درسات تقول أنه يزيد ارتجاع ويقلل الارتجاع أقول له إذا ريحك من الارتجاع وحاس أنه فيه فايدة منك أنا أقول لك ما من الضرر توكل على الله أي عسل؟ أي عسل؟ أي نوع عسل؟ أي نوع عسل تحدثنا عن الأسباب بس نبغى نعرف أصلا ارتجاع المريض هل يصيب أي عمر؟ هل ممكن يصيب طفل؟ هل ممكن يصيب شخص كبير سن؟ نعم هو بشكل عام غالبا في الأطفال بشكل عام إذا كان هناك مشكلة في ارتجاع المريض غالبا تكون إحدى السببين يا زي ما قلنا الأكل السيعة مثلا عند الأطفال بالذات والحلاوغة والمشروبات الغازية بالذات أو بشكل عام أنه يكون فيه مشكلة مثلا في الصمام يكون فيه فتك كبير بحيث أن الصمام يصبح عنده ضعيف وأي شيء يأكل ممكن يصبح له ارتجاع بالنسبة لكبار العمر وشكرا على هذا السؤال إن هذا هو المهم بشكل عام بالذات في الكبار وفي العمر بعد عمر ستين إذا هناك اجتداد في ارتجاع المريض طيب أو هناك مثلا بالذات تاريخ تدخين سابق هذولي مرضى بشكل عام نحاول نحرص أن نفحصهم بالمنظر ليش؟ لأنه بشكل عام تغير في ارتجاع المريض بعد عمر ستين بالذات عندنا مدخنين لازم نتأكد أن هناك أسباب أخرى ما نقدر نقول فقط هذا ارتجاع هذا ارتجاع وقفك هو وقف هذا خذ نكسيوم وحسب الحاجة خفف وزنك لا لازم نفحص نتأكد أنه بعد شر ما في مشاكل في الخلايا نفسها لفسف المريض أشياء أورام أو هناك حساسية في المريض وهناك برضو في الأطفال نرجع لموضوع الأطفال هناك مرض جديد يعتبر نسبيا بالذات آخر عشر سنوات في السعودية بسبب غالبا صارت عندنا نسبة الحساسية ارتفعت من تالي اللي هي حساسية المريء بشكل عام لكن هذول الأطفال يجون غالبا أنه يجي يأكل لحم أو يأكل دجاج ويوقف الأكل هنا فهذه بشكل عام تتخليك تشك أن هناك مشكلة ليست فقط ارتجاع أن هناك حساسية فقط في المريء زي لما تجيك حساسية في الجلد أو حساسية في مكان ويتكون غالبا عند المرضى اللي عندهم الربو وعندهم الإكزيمة وعندهم أشاكل حساسية أخرى برضو أنا مهتم هنا بس ألك عن كل ما لك الفلفل الأسود الفلفل الأخضر القرون الفلفل الأحمر الصرار الحبحر يعني الشطة يعني في مفاهيم أنه لا الشطة هي الشطة هي السائلة أنها أكثر ضرر على المريء وفي بعض يقول لك أنه لا الفلفل الطبيعي الأحمر ما منه ضرر من شرائك صحيح أنا أعتقد بشكل عام أنه دائما أنا أضرب المثل بالأكل الهندي أو الأكل الهندي لكثير التوابل وكثير الحوار أي شخص يأكل هذا الأكل بيتعب حتى لو ما عنده مشكلة في ارتجاع فالفلفل بشميع أنوانه وأشكاله بالذات مع الأفراط بيسبب ارتجاع لا بد منها الكل إذا أفرطت بأكل الأكل الحار أفراط وش المعيار الأفراط الأفراط طبعا يختلف من شخص الشخص ويختلف على حسب برضو كم السنين اللي هو قد يأكل اللي هو متعود على الأكل الحار وقابلية الشخص عن شخص يختلف زائد وزن الشخص برضو وزن الشخص الشخص اللي لديه مثلا سمنة مفرطة قد يتعب أكثر لأنه عنده عوامل تزيد من ارتجاع أكثر من شخص مثلا ليس لديه سمنة مفرطة ما هي أسوأ يمكن تكلمنا عن العراض لكن أسوأ عراض المريض اللي ممكن يعني يتعرض لها الشخص لأقدر الله وتقول لأوقف أنت تحتاج تدخل الآن طبعا هناك كثير حالات تكون زي ما تقول الحالات مستأصية شوي لاتجاع المريض بحيث يجي مريض جدا متأخر للحالة وهذه قد تكون هناك تضيقات في المريض تضيقات في المريض بسبب أن الحمض نفسه يكون يسبب حرق بسيط لأسفل الأنسجة في المريض ويسبب تضيقات فهذه التضيقات لبعضها تحتاج توسيع بالمنظار سواء في بلونة نفسها وتحتاج جلسات متعددة فالمريض يحتاج عدة مناظير على مدى فترة طويلة فهذه حالات جدا تعتبر مستأصية ومتقدمة لكن بشكل عام اللي هو أكثر شي حنا نعالج المرضى ونروح العمل كل يوم عشان نحاول نساعد المريض بشكل عام اللي هناك حالة متقدمة اللي هي بحيث لنتسبب أورام ولا سمح الله ولا بعد شي فهذه هي المشاكل اللي قد تكون بالذات على عمر طويل اللي الشخص لديه كتلة تراكمية أكثر من 25 على مدى طويل المدخن والارتجاع المزمن هذه تسبب حالة بحالة بارتس مريء البارتس وهذا مريء بارتس هي حالة ما قبل الأورام طيب فهذه بشكل عام بعد العمر ستين أورام سرطانية أورام سرطانية فإذا عنده اثنين من هذول الثلاثة اللي هي الوزن مفرط زائد ارتجاع وعمر فوق الستين بشكل عام عفوا إذا عنده هذول الثلاثة والثلاثة من أربعة والرابعة هي أنه قد يكون مثلا من من جنسية معينة سواء من أمريكا وهكذا التي يجون مرضى بيض بشكل عام هذولي أكثر عرضة لكن هذه الحمد لله أننا ما عندنا فإذا عنده هذه الثلاثة فوق الستين زائد اسمنا مفرطة زائد بشكل عام فبنسبة كبيرة يكون عنده ورام لا هذا مو بشرط يكون عنده ورام هذا يحتاج نعرف أن هذا يحتاج فحص المنظار عشان نتأكد الماسل مشاكل بارتس نعم وهي قد تؤدي بعد زمن طويل إلى أورام هل دائما التدخل الجراحي أو التدخل بالمنظار هو الحل لعلاج المريض لا أو فيه طرق علاج أخرى زي ما ذكرنا سابقا أنه لو يدخل يجيني مئة مريض العيادة تقريبا ثمانين إلى تسعين بالمئة من المرضى علاجهم يكون في بيتهم طيب يكون العلاج بشكل عام عن سلوب الحياة زائد سلوب البيت والدليل دائما يسألوني مرضى بشكل عام هل المشكلة وراثية أنا دائما أقول أن الوراثة لها دور لكن بشكل عام العام الأكبر هو أن البيت نفسه يأكل نفس الأكل البيت عاداته ونومه نفس الأكل والضغوطات النفسية في البيت تكون متلازمة فهذه الثلاث أسباب بشكل عام لأنها تكون أكثر من عام الوراثي والوراثة لها دور طبعا فالمرضى اللي يحتاجون جراحة غالبا غير حياتك غير سوب حياتك صحيح تنعم بمرئ صحيح الرياضة بشكل عام هي جدا مهمة بذات هذه حيات لينقاس الوزن لتقليل نسبة ارتجاع شكرا جزيلا شكرا دكتور سعد الراج في الاستشاري الجهاز رضمي شكرا لك معلومات القيمة نعود لكم ونستكمل فقرات يا أهلا بعد الفاصل